أولى تابعات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي الاقتصادية بدأت بالظهور حيث أعلن بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية ورفع معدلات شراء الأصول بنحو 60 مليار جنيه سترليني كما أطلق برنامج جديد بقيمة 100 مليار جنيه سترليني لتشجيع المصارف على إقراض الشركة والأفراد محافظ البنك مارك كارني يقول مزيجا من العوامل تتعلق بالعرض والطلب يعني أن توقعات النمو بنسبة 2.5% بحلول نهاية الفترة المحددة ستكون أقل مما كانت عليه في أيار مايو الماضي حتى بعد الحزم كما من المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة من مستوها الحالي البالغ 4.9% إلى 5.5% في العامين المقبلين هذا وقلص المركزي البريطاني من توقعاته للنمو الاقتصادي بشكل كبير من 2.3% إلى 0.8% في 2017 وثبت توقعاته للعام 2016 عند 2% محافظ البنك أكد أن هذه الإجراءات جاءت في الوقت المناسب وقال حزمة الإجراءات هذه جاءت في الوقت المناسب وهي مجموعة متسقة وشاملة من التدابير نظرا لحجم الصدمة والشكوك حول مدى التكيف والبيانات هو الآن محدود نسبيا وعلى أساس جميع العناصر التي ستاردوا للجنة السياسية النقدية فإنه يمكن زيادة خطط التمويل والتدابير الرامية إلى ضمان حماية البنوك من الأثار السلبية يشار إلى أن العديد من المحللين الاقتصاديين زادوا من توقعاتهم بعد خفض سعر الفائدة بأن تدخل بريطانيا في ركوداً اقتصادياً في الربعين الثالث والرابع من هذا العام